بامر الملك تخفيف جزئي من اجراءات منع التجول حيث وصدر خادم الحرمين اوامره بذلك انطلاقا مما يوليه خادم الحرمين الشريفين من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم وبناء على مرفعته الجهات الصحية المختصة تخفيف منع التجول بدءا من الثالث من رمضان المبارك وحتى العشرين من الشهر ذاته وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء مع الابقاء على منع التجول الكامل في كل من مكة المكرمة والاحياء التي سبق الاعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة كما سمح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة انشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة اعمالها ابتداء من الاربعاء القادم مع السمرار الجهات المسؤولة عن الرقابة على الانشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية بذلك فيما تطبيق اجراءة التباعد الاجتماعي ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للاغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة اشخاص متواصلة ولان صحة المواطن والمقيم اولوية تبدل الدولة من اجلها الغالية والنفيس فقد وقعت حكومة المملكة مع الصين عقدا بقيمة تسعمائة وخمسة وتسعين مليون ريال لتوفير تسعة ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا الجديد ويشمل العقد جميع الاجهزة والمستلزمات وخمسمائة من الاخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوص وانشاء ستة مختبرات اقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة عشرة الاف فحص يومية مع تدريب الكوادر السعودية في مسعى للاستفادة من التجربة الصينية في مكافحة الوباء وتسريع لخطوة المملكة في محاصرة انتشار كورونا نتشرف اليوم بتوقيع اتفاقية هامة واستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ممثلة في الشركة الوطنية للشراء الموحد نبكو وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في شركة بي جي اي لتوفير تسعة ملايين فحص لتشخيص كورونا المستجدة وما تتخذه المملكة من منظومة اجراءة تراهن في مجملها على وعي المواطنين والمقيمين واصحاب الاعمال واستشعارهم المسئولية والتقيد بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى تجاوز هذه المحنة فالكل مسئول والكل له دور يقوم به من اجل سلامته وسلامة الجميع اشتركوا في القناة